اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او صحب جزء من الهواء المكيف لعادة استخدامه موزعات الهواء الراجع او جزء برمي بره خالص او خارج المكان ودي بسمها هواء العادم تمام او المفقود طيب اذا بالتالي انت عندك الموزعات هنصر من العناصر اللي موجودة عندي في جزء خاص بي اللي هو انظمة الهواء الموجودة عندي في انظمة التكيف المركزي المختلفة تمام واللي هنتكلم عنه النهاردة وهندخله بعض المؤسسات بتاعتنا سواء كان من عملية التركيب بتم ازاي او من خلال اللي هو انواع النواشر اللي موجودة عندي او بنعرف ايه هي الشروط الواجب توفرها في النواشر المختلفة او في موزعات الهواء المختلفة موزعات الهواء اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة يا جماعة لابد ان يكون بيتوفر فيها مجموعة من الشروط اول شرط عندي لازم يكون حجم الموزع نفسه متناسب مع كمية الهواء المطلوبة داخل المكان المراد التكييفة يعني انه محتاج كمية هوا كبيرة يبقى يكون ابعاد الموزع اللي موجودة معايا كبيرة كمية هوا صغيرة يبقى ابعاد الموزع اللي موجودة معايا ايه صغيرة يبقى دي بيتبقى طبعا بيكون لها حسابات واجراءات مختلفة من خلال عملية تصميم الموزعات المستخدمة عندنا والان شاء الله هيتها هم تضم دراستها بالتفصيل في مادة التكييف او نظم معدات التكييف في الصف الخامس بامر الله تمام فبالتالي انت النهاردة محتاج اول شرط من الشروط اللي عندك لابد ان يكون ابعاد او حجم خلاص موزع الهواء بيتناسب مع كمية الهواء المطلوبة داخل المكان المراد تكييف هواء نقطة تانية اللي عندي لا يلزم تكون الموزعات ديات ما بتسببش اي هبوط في الضغط يعني انا نهاردة دلوقتي انتحنا عارفين لما بيزيد الفقد في الضغط داخل الممرات انا بضطر ان ازود قدرة المراوح والمعدات اللي بتستخدمها وبالتالي بتزيد القدرة كمان او تكاليف الطاقة المستهلكة للمراوح ديات فبالتالي معامل اداء المنظومة عموما بيقل فبالتالي انا محتاج النهاردة ان انت لازم المعدة اللي انا استخدمها او الموزع اللي انا استخدمه هستخدمه بكفاءة المنازع المناسب اللي يديني اقل فقد في الضغط خلال المنظومة تمام يبقى تعرفنا على اول جزئية الحجم اللي بيناسب كمية المطلوبة للمكان المكيف الحاجة التانية ان يكون ما يقللش او ما يكون ما يعملش انخفاض في الضغط للهواء داخل او اللي خارج من الموزعات اللي عندي كمان شرط من الشروط اللي موجودة عندي في موزعات الهواء ان لازم يكون الهواء اللي خارج من الموزع وخاصة لما يكون في السقف ما يقلش المسافة بما بينه من سطح الارض عن 180 سنتي اللي هو متر و80 ايه يا جماعة متر و80 سنتي يبقى المسافة خروج الهواء او تدفق الهواء من خلال الموزع إلى سطح الأرض تكون في عدود زي ما كلمنا مع بعض ما نزلش على الكام اللي هو 180 إيه 180 سنطر نقطة تانية برضو أنه لازم يكون عملية التصميم يتم بطريقة صحيحة يعني إيه عملية التصميم يتم بطريقة صحيحة يعني أنا لو اخترت هنا النوع المناسب يعني عندي مثلا مكان قد ينتج فيه ضوضاء فبالتالي أنا لو اخترت نوع بوزع أنه ممكن ينتج عنده ضوضاء مش هيبقى فيه مشكلة إنما لو كان عندي مثلا مكان مرد تكيفه ضوضاء عمل مهم جدا في المكان ده يجب أننا نحسبه فأنا بختار هنا الموزع المناسب كل دي إجراءات بيتم هنا في مراحل التصميم الخاصة بالموزعات والذي يقولنا إن شاء الله هندرسها في مرحلة الحقيقة بأمر الله تمام؟ فبالتالي أول جزء إحنا عندي لازم يكون بصمم بشكل جيد عشان ما ينتجش منه أي اهتزات أو أي صوت موجود معايا نقطة برضو بالنقطة اللي احنا بيتكلم عليها اللي يكون لازم يكون بيتناسب الموجود معايا مع شكل البناء ومنظر المكان يعني لو جينا بسكنا بالنقطة دي أنا النهاردة في بعض ديكورات خاصة بالمخارج المهوى دي يعني قد يكون لو أنا عامل سقف معلق والمخرج الأول فتحة بتاعتي دي يا جماعة في ديكورات خاصة ديكورات دائرية مثلا موجودة في السقف فبالتالي أنا بختار نوع الموزعات الموجودة عندها بيكون على شكل حلقات دائرية أو هرامية بتكون أنسب تمام؟ لو أنا عامل مثلا التصميم أو التشكيل الموجود في السقف أو في الدكور أجزاء أو شكل مربعات أو مستطيلات أو حلقات مربعة أو مستطيلة تمام؟ يبقى النهاردة أنت بتخرج اختار اللي هو شكل كمان موزع الهوى اللي بيتناسب مع ديكور أو مع اللي هو الشكل التكميلي لبناء المكان إنما لو جينا نتكلم بقى عن نوع موزعات الهوى سريعا كان موزعات الهوى فين من نوعها الشبكي ده زورياش ممكن أزبط انحرافة خلاص ونزبط زوان حرافة بحيث إن أنا ممكن أحرك لو في بعض ناس بتتعب مثلا من الهوى البرد مثلا في الصيف خلاص ببدأ أغير اتجاه أو انحراف مثلا زوية المواجهات بحيث أبعد الهوى المكيف اللي خارج من الفتحات لأماكن تانية بعيدا عن الأشخاص الموجودين أو الغير مرغوب في تواجد الهوى قدامهم إذن ده أول نوع من نوع الشبكي زورياش يمكن ضبطها بواسطة من زوايا انحراف طيب النقطة التانية موزعات هواء بتحتوى على الرياش أمامية وأخرى خلفية إذن فيه مواجهة الموزعات بيكون فيها رياش من الأمام بتحرك بشوضع معين وليكن بحركة رأسية وفي رياش خلفية بتحرك حركة رأسية ده نوع تاني من موزعات الهوى إنما موزعات الهوى اللي بيتم تركبها على الحائط لازم يكون عندي ارتفاع المكان عالي يعني على الأقل خالص المسافة ما بين الأرض وما بين مخرج الهوى أو موزع الهوى اللي متركب على الحائط على أقل خالص 2 متر على أقل خالص 2 متر يعني الاماكن اللي بيكون فيها ارتفاع المكان اقل من اثنين متر لا يفضل ان ركب هنا مخارج الهواء في الحوائط ولكن بركب تركبها في السقف وحنا حتى لو قلنا السقف كنا قلنا في النقطة في الاول المفروض المسافة تكون كام مية وتمانين ايه سنطر في موزعات هو بقى اللي احنا بقولنا بتركب في السقف والسقف دي منها اشكال في منها شكل حلقي او حلقات دائرية او مجموعة اقمع هرمية بتكون جايب تدريب كده من الاجبر للايه للاصغر ده بالنسبة لمن موزعات الهواء طيب احنا هناخد مع بعض وحنتطرق مع بعض المثال من الامثلة اللي موجودة عندي في موزعات او اللي بستخدم فيها ممكن اغير جزء من ممر الهواء مع موزعات الهواء اللي موجودة معايا وبشوف الموزعات اللي بيتم تركبها ازاي وكمان ممكن حوامل اللي بيتم تثبيت بها المجاري والطرق المختلفة عندي في الدورة دي وكمان زي ما اتفقنا مع بعض هنبدأ نحسب عناصر المؤيسة بالكامل المؤيسة بالكامل اذكر الناس بيها اول حاجة اللي بحسب ثمن الخمات بشوف الخمات اللي موجودة معايا والتفاصيل بتاعتها واحسب اجمالي ثمن الخمات تاني حاجة انا المفروض انه بحسب جور العمال بس عشان احسب جور العمال لازم اكون عارف زمن العملية وعشان احسب زمن العملية لازم اكون فاهم وعارف وممارس الاجراءات اللي حتم عن العملية ايه بالزبط وكل جزء وكل اجراء من الاجراءات المختلفة ده هيستغر فترة زمنية اديه فبالتالي قد يكون كمان خلي بالكم احنا بتكلم عن فترات الزمنية دي دي عملية تقديرية دي بتفرق من فني الاخر يعني لو فيه فني ماهر على مستوى عالم الخبرة ممكن بياخد فترة قليلة في انه ايه بتتم اتمام العملية دي عن واحد اخر تمام فبالتالي الازمينة دي ازمينة تقديرية ازمينة تقديرية بترجع لمين بترجع لمدى خبرة الفني اللي موجود معايا ومدى اللي هي توافر المعدات والامكانيات اللي بيستخدمها في عملية التركيب او الصيانة او الاصلاح او الفحص تمام فبالتالي لان احنا فيه عندنا مؤيسات صيانة في مؤيسات تركيب في مؤيسات انشاء بشكل عام انواع مختلفة مين من مؤيسات تعرفت على ثمن الخامات وعرفت زمن العملية بدأت احسب اجر العامل اللي هو بناءا عن زمن العملية يعني لو عندي فني بيشتغل في شركة مثلا معينة اشتغل يومين بيتحاسب على يومين لو كانوا ثلاثة هيتحاسب على الثلاث فبالتالي زمن العملية هيختلف او هيفرق في التكلفة الخاصة بالمؤيسة تمام طيب بعد ما تعرفت على كل التلات حاجات دولار اللي هو تأمان الخامات وجور العمال بجمع لتنمع بعض اجيب حاجة اسمها التكليف الاولية بعد ما بعرف التكليف الاولية بحسب بقى التكليف الغير مباشرة واللي مرت بيها ولو هو كمان مش مديني التكلفة بتاعتها بشكل نهاي انا بحسبها 120% او احيانا 150% من اجور العمال او زي ما بيطرقها عندي في المسألة حسب بيكون دي اتفاقات في العقود المختلفة ما بين الشركات وما بين المستغرمين او الناس اللي بكون عايزة تعمل الخدمة دي تمام طيب اتعرفت هنا بعد كده جماعت التكليف الغير مباشرة على التكليف الاولية طلعي لحاجة اسمها التكليف الكلية بعد معرفة التكليف الكلية اضيف نسبة الربح بتاعتي اللي موجودة معايا والنسبة الربح زي ما تكلمنا مع بعض اللي هي بيكون بتتروح من 10% العشرين في المية من التكليف الكلية او ايضا ما تم اتفاق عليه من خلال او مع الشركة اللي بتم التعاقد معا تمام يبقى نسبة الارباح بتاعتي لو انا بقى ضفت الارباح بتاعتي دي على التكلفة الكلية يديني التكلفة النهائية للمؤيسة اللي هي في الآخر أنا هقولها لزبون أو هقولها مثلا معايا لمكان اللي هو بيطلب مني أو الشركة اللي مثلا تطلب مني أن أقوم بعملية الصيانة أو عملية التركيب تمام؟ وأقول دي التكلفة النهائية هتكون معايا كذا لازم يكون في دقة يا جماعة لازم يكون في مصداقية مع العميل في أن أنت تقول سعر مش معقول أنا هقول دي هتكلف عشر قلوش مثلا وارجع بعد كده أبط لاقيها هكلفة خمساشا ارش وكلف فينا العميل قد يكون العميل مش هيشتغل فيها لو كانت خمساشة ارش فلازم يكون فيه مصداقية وديت من الاسس المهمة جدا اللي يجب تتوفر في الفني او في اي حد بيمارس اي مهنة موجودة معاه يكون عنده دقة في الحسابات يكون عنده مصداقية في اللي بيقوله للعميل تمام وبالتالي لازم يكون ملتزم به سواء كان في خلال فترات زمنية لفترات التنفيذ او سواء كان في خلال الاسعار اللي بيتم اللي هو بيقولها للعميل معنا طيب نجي نشوف كده مع بعض بقى كده مثال تاني من الامثلة او من المؤيسة من المؤيسات الموجودة معاه بيقوله هنا في احد الفنادق الكبيرة التي تستخدم نظام التكييف المركزي ووجد ان افرع شبكة توزيع الهواء اللي هي ممر الهواء المركب في ثلاث غرف متجورة الثلاث غرف كده ممر الهواء اللي بيمر خلاله متهالك ماله بقى كده ده متهالك طب هيلزم استبداله باخر جديد اذا اول حيث جزئية جماعنا في امتهى من المؤيسة او من الموجودة الفقرة الأولية اللي احنا قلناها ديت تمام ان انا هغير ممر الهواء الموجود في ثلاث غرف تمام الموجودة عندي جزء من ممر الهواء او جزء من المنظومة وليست المنظومة كلها ككل يبقى انا بس همرر من جزء من المنظومة اللي عندي الجزئية التانية لازم عارف طول الممر ده ده ممكن هو يديني طول الممر او ممكن يديني معلومات زي ما انتم شايفين كده فاذا علمت ان طول كل غرفة اربع متر وسمك الحقط الفاصل ما بين الغرف عشرين سنت اذا النهاردة لو انا عايز اعرف طول ممر عندي اربع ايه اربع متر طول الغرفة تمام والمفروض عندي فيه تلات غرف في عندي كم غرفة تلات غرف يبقى الاربع متر طول هضربهم في كم فيه تلات يبقى انا اجيب الايه اجيب بس الفراغ الداخلي الغرف الطول عندي انما هيكون في عندي كم جدار في عندي اربع جدران في اربع يا جماعة جدران اول غرفة واحد يمين واحد شمال بعد كده تاني غرفة والشمال ده مشترك هيبكون فيه واحد كمان شمال وهكذا يعني لو جيتم رسمها برسم تخطيط كده هتبص تلاقي لو انا عايز ارسم ار تلات غرف يبقى حيكونوا باربع حوائط اربع ايه حوائط اذا عندي سمك الحقط عشرين سنت تمام الحقط واحد عشرين ايه سنت انا بقى بشتغلش طالما انت اشتغلت فوق بالمتر يبقى كله بالمتر العشرين دي اسمه على مية هتطلع اتنين من عشر متر اضرابها فيه اربع حوائط يبقى انا جبت هي جماعة مين الطول بتاع الممر اللي هيمشي خلال الحوائط او خلال صمك الحوائط تمام يبقى كده انا عرف الطول كل مين للممر يبقى او احنا بيشتغل نخلي بالنا من حيطي الجزئية دي والمطلوب هنا حساب ايه هعمل مؤسسة التكاليف النهائية باستبدال الممر لو كان عدد موزعات الهواء او المخارج بكل غرفة اتنين يبقى انا عندي هنا ثلاث غرف في اتنين هنبقوا ست ايه ست موزعات هواء وعدد حوامل التعليق اللي انا هحمل او هشيل مثلا على الممر بتاعي تمام عندي تمن حوامل اذا انت النهاردة بتجي تتكلم عن عدد الحوامل اجمالي ما انت موطلش لكل غرفة يبقى ده الاجمالي اللي موجود معايا يبقى العناصر اللي عندي هنا جماعة من الاجزاء الموجودة معايا هغير ممر تمام والممر ده هغير معايا موزعات الهواء كل غرفة فيها موزعين اتنين من الهواء وكمان هستخدم تمن حوامل ايه تعليق تعالوا نشوف جزئية تانية اسعار الاجزاء دي ايه موجودة معنا تمن المتر الطولي من الممر مجهز بالعزل تلتمية جنيه اذا في الغلال الخطوة بتاعتنا دي احنا مش هنعزل ده هو كده الممر كده كده جاي جاي معزول جاهز تمام يعني لما اجي احسب الزمن بتاعي ما احطش هنا خطوات العزل معايا الجزئية التانية تمن مخرج موزع الهواء الواحد ستين جنيه ستين ايه ستين جنيه اخلي بالكم انا عندي كم مخرج ستة ليه عندي تلت غرف وكل غرفة فيها اتنين يبقى اجمالي بكم ستة المفروض اضرابها في ستين اعرف التمن كل الموزعات من الهواء اللي عندي بعد كده هحسب تمام الحامل التعليق نفسه حامل التعليق بعشرين جنيه انا عندي هناك تمام حوامل يبقى تمام حوامل اضرابها في العشرين اجيب الاجمال اللي عندي هنا دايما بعد ما بخلص جماعة الممر الممر زي ما احنا كنا بيتكلمنا قبل كده وقلنا الممرات دي ما بيجيش قطعة واحدة يعني انا عندي الممر الهواء ده بيبقى مجيب اكتر من جزء بيتم تجميحهم مع بعض وبعد ما بيجمحهم بيربطهم بقى بيتم ربطهم بشكل جيد وعشان احكم عملية ما يحصلش عملية تسريب لابد بستخدم حاجة اسمها شريط لاصق ده الشريط بيكون من الالمونيوم كده بيجي عند الفواصل وقوم ايه لفه عند الفواصل عشان يمنع تصرب اي هوا من وإلى الممر الموجود معي يبقى هنا يستخدم هنا عدد ستة شريط لاصق منع تصرب لإحكام واصلات الممر وده يكون الشريط الواحد بخمساشر جنيه انا اضرب الستة في ايه في الخمساشر عشان اجيب اجمالي تمامين الشريط اللاصق الموجود معي طيب اجر العامل الفني تمنتاشر جنيه والعامل المساعد عشرة جنيه في الساعة وطبعا الكلام ده برضو الاجور اللي بنحطها دي يا جماعة كلها اجور بتكون متوقفة مع الفترة الزمنية اللي موجودة فيهم وقد تختلف ايضا من الشركة التانية يعني ممكن في بعض الشركات بتاخد بمسلا مقاولة المتر مثلا بخمسين جنيه في مقاولة تانية ما اخد مثلا المتر مثلا بثمانين جنيه مش كل الشركات كل الشركة بتبقى طبعا حسب اه سمعيتها في السوق من ناحية تانية واسمها الموجود معنا وهي في عوامل اخرى كتيرة بتخلي الى واجر العملين او اجر الفنيين اللي موجودين في الشركة دي اعلى من شركة تانية فبالتالي اجر العامل هنا الفني 18 جنيه في الساعة والعامل المساعد 10 جنيه ايه في الساعة التكاليف الغير مباشرة هو هنا مقدرها لك مبلغ مباشرة 1250 جنيه تمام الارباح بتاعتك بتكون هنا 12% من التكاليف الكلية اذا نركز في الحاجات دي يا جماعة التكاليف غير مباشرة انا مش هحسبها هعطها كمبلغ على طول في جدوى للتكاليف النهائية لما يجي مكانها عندنا والارباح انما الارباح بعد ما بحسب التكاليف الكلية هضربها في 12% ايه 12 عالمية عشان نجيب قيمة الارباح واضفها بعد كده على التكاليف الكلية عشان نحصل على التكاليفة مين ايه ايه طيب اول جزيان نبص كده مع بعض كده يا جماعة عشان نحسب تمن الخمات اللي عندي ايه احنا قلنا عشان نحصل كل غرفة كم متر اربع متر بقى تلاتة فاربعة يبقى دا عندي مين هنا دا طول الغرف التلاتة اللي هي الفراغات اللي من داخل الغرف طيب والسمك احنا قلنا عندي فيه اربع جدران اربع ايه اربع جدران والجدران الواحد كان 20 سنت عشرين عالمة اتنين من عشر تمام او عشرين من مية. طب لو انا هنا اضربت التلاتة في اربعة زائد دلاتة الاربعة في الاتنين من عشرة. هيدي ان اتناشر وتمانية من عشرة متر. ده الطول الكلي للممر اللي هو معزول جاهز. الطول كل الممر معزول ايه? جاهز. عايز احسب بقى تمن الممر الجديد. عشان احسب تمن الممر الجديد. هضرب الاتناشر وتمانية من عشرة. في تلتمية جنيه اللي هو التمن المتر الطولي من الممر. اللي هو مدونيف على حصول مويسر. هيطلع معايا 3840 جديد. إذن تمنا ممر جديد. خلاص. معزول جاهز 3840 جديد. طيب. لو جرى بصنا ده شكل هو مخطط هوت للرسم اللي هقولت لكم عليه. أدي عندي 3 غرف. خلاص. غرفة واحد من ناحية اليسارة هي. غرفة 2. غرفة 3. تمام. فيه كم حائط أو جام جدار. أدي 1. أدي 2. أدي 3. أدي 4. وكل غرفة من الغرف ديت فيها مخرجين من مخارج الهواء أو موزعات الهواء. تمام. يبقى عدد الإجمالي بتاعك 6 موزعات هوا في الثلاث غرف اللي موجودة معايا. لو لوحظتوا أن الممر واخد من بداية مخرج الهواء عند الحائط الأخير. الهواء أو مدخل الهواء اللي عند الحائط الأول هنا. معنى كده أن الممر بيمر خلال كل الحوائط يا جماعة. تمام. ويدي كده عشان كده احنا حسبنا طول كل الممر هو طول الفراغات أو طول الغرف. تمام. من ضفء ليه كمان اللي هو السمك الحوائط اللي 4 حوائط اللي موجود معايا. واضحت لنا كده إن موجود أربع حوائط هومت بثلاث غرف موجودين معايا. كل جزء من دولات تشوف الخطوط الرأسية اللي احنا بتكلم عليه دي حوامل تعليق. يعني أنا بعلق كده ببعمل فينا زي ما سميك رجبة نشات من رجبة في اللازقف وبحمل عليها أو بشيء بتشيل معايا الممر فعندي هنا فيه 8 حوامل تعليق اللي حامل بعشرين جنيه يبقى 8 الحوامل بيساوي عدد الحوامل في 8 الحامل يبقى 8 في العشرين جنيه تلعب بمية وستين جنيه. تمام؟ طيب نشوف مخارج الهواء أنا عندي هنا قلنا كم مخرج هوا في عندي 3 غرف وكل غرفة في 2 يعني 2 في 3 اللي هم 6 تمان المخرج الواحد 60 جنيه يبقى الإجمالي 360 جنيه يبقى النهاردة عرفت 8 مخارج الهواء الموجودة معايا. طيب جزئية تانية ما يجي نبص بقى نشوف نعمل جدول نجمع فيه كل الخمات اللي موجودة عندي ده احنا بسميه جدول الخمات جدول مين؟ الخمات طيب الممر الهواء الجديد انه هو معزول جاهز احنا قلنا وصل ده كم؟ 3840 جنيه حوامل التسبيت طيب حسبناها بمية وستين جنيه طيب ما خارج الهواء بـ 360 جنيه الشريط اللاصق الشريط اللاصق احنا قلنا فيه عندي كم شريط قلنا عندي فيه اللي هو 6 بقرات شريط لاصق الواحدة بخمسة شرق جنيه يبقى الإجمالي 90 جنيه تمام؟ طيب يبقى لو جمعت هنا 3840 زائد 160 زائد 360 والتسعين هبصت لايه 4450 جنيه ده إجمالي الخمات اللي تم شرقها خلاص للعملية الايه؟ عملية استبدال الممر اللي عندي تمام؟ طيب الخطوة التالية اللي بتبقى موجودة معايا أنا النهاردة زي ما بنتكلم كده ولازم اكون موضح هنا حتى في العقود ان الاسعار يا جماعة بتفع يعني لو احنا مثلا بطبقى فيه ابرامة اي عقد ما بينك وما بين اي عميل تمام؟ بتبقى موضح فيه ان الاسعار لو العملية عملية طويلة وبتاخد فترة طويلة ان الاسعار ممكن بتتغير وبنسبة قد ايه؟ حسب سعر السوق تمام؟ يعني لو الاسعار مثلا رفعت بنسبة 10 او 15% من حق الشركة انها تاخد مقدار الزيادة ده تمام؟ لو كان بالتنفيذ خلال فترات زمنية مختلفة ازا هنا العملية خلي بالكم الاسعار هنا تقديرية حسب سعر الساعد ايه؟ في السوق وانا لازم احسب مين؟ احسب زمن العملية احسب زمن العملية طب يا طالب زمن العملية ان انت عشان نحسبه ده لازم يكون عندك ضراية كبيرة جدا بمين بقى؟ بالاجراءات اللي هتتم او الخطوات اللي هتتم يا جماعة احنا عندنا خطوات لازم تتم عندي بشكل منطقي يعني في بعض الخطوات مينفعش خطوة تسبق التانية وإلا العملية مش هيتم انجازها بشكل كويس فالاجراءات دي بتبقى بناء عن عمليات تم انجازها بشكل سابق استخدم اكتر من وسيلة تكنولوجية فيها ان انا استخدمت النهاردة عشان اتم العملية الابدال دي او عملية استبدال الممر ده المفروض اول خطوة اللي بعمل ايه تاني خطوة اللي بعمل ايه تلات خطوة اللي بعمل ايه لازم تكون خطوات مرتبة ترتيب منطقي عشان في الاخر اوصل الهدف اللي انا عايزه في اقل وقت ممكن وبرضو بتكلفة مثلا باللي هي المعقولة او المطلوبة او المحددة عندي خلاص وبجودة عالية يبقى ده دايما هدف بان ان انت تمشي بخطوات المنطقية طيب انت النهاردة دلوقت يا ترى لما اجي هغير ممر اول خطوة عندي المفروض انا بعمل ايه انا بافصل الطريق قريبا عن دارة التحكم كلها بالكامل والمفروض انا بوقف هنا المراوح اللي حيتم يدفع الهواء خلال الممر وابدى ارفع الممر القديم طيب رفعت انت الممر القديم وشيلته خلاص تمام بابدى اجيب بممر الجديد وابدى اجهز ممر الجديد واجمع اجزاء الممر انا لو عندي مثلا الممر يا جماعة اتناشروا مثلا وثمانية وعشر متر ده طوله تمام هل ان عملية التصنيع بتتم التول ده مرة واحدة او قطعة واحدة لا بيقى مثلا كل مثلا اربع خمس قطعة وكل قطعة مثلا اثنين متر ونص او تلاتة متر بيتم تجميعهم الاول بيتم تجميعهم بطرق مختلفة والي طرق تجميع الممرات او التوصيل ما بين الممرات المختلفة وبعد ما بعمل لهم عملية اللي هي اللي هو التجميع وربطهم كميز بابدى احكم الواصلات اللي موجودة عندي حوالين اللي هي الربط او اماكن الربط دي باستخدام الشريط اللاسق تمام وبعد ما بحكم الواصلات بشكل جيد بابدى ارفع الممر وابدى اثبت الممر في المكان بالحوامل الموجودة معايا تمام بعد ما ثبت الممر ارفع الممر الموجود معايا واثبته في الحوامل بشكل كويس جدا بيبدأ بعد ذلك اتأكد تاني من ان ما فيش اي فواصل او اي تسريب خلال الممر وبوصل بداية ونهاية الممر بباقي الممرات او باقي المجرى الهواء سواء كان المجرى تهزيع او مثلا مجرى هواء راجع حسب المجرى الموجودة معايا تمام وبعد ذلك ببدأ ان انا اضخ هوا واشغل المروح بتاعتي واضغط هوا عشان يشوف في اي تسريب في المنظومة او في الممر ولا لا او باختبار بسيبه فترة يعني اقل خالص ساعة بيتم اختبار فيها مين الممر كل فترة او كل خطم الخطوات اللي انا اتكلمت فيها دي يا جماعة لا فترة زمانية او قلتلكو زي ما اتفق فترة زمانية هنا مش حفظ احنا النهاردة بتبقى الى حد ما انت عارف ان الرنش اللي نعمل دي بتكلم مثلا بتاخد مثلا جماعة 24 ساعة 24 ساعة ده ممكن بتتم بقى عندك انت مثلا على يومين على ثلاثة تعملوا في يوم واحد ده حسب الشركة وحسب الاتفاقات اللي بتكون موجودة فبالتالي انت النهاردة اول حاجة لازم بتكون تعرف الخطوة بشكل جيد وتبدأ توزع الازمان اللي عندك وزعها بشكل معقول خلاص انت بتعالوا كده نستعرض كله مع بعض نشوف الازمانة الموجودة لكل خطوة من الخطوات اللي موجودة عندنا دي كانت عبارة عن ايه وجزء اللي عندي يعني لو جينا نبص كده معايا اول جزء هو ايقاف عمل وحدة التكييف ورفع ممر الهواء القديم هنا الزمن التقديري في حدود سبع ساعات حدود ايه؟ سبع ساعات تاني خطوة اذنها وهي تركيب اجزاء الممر المين اجزاء الممر الجديد مع بعضها وابدأ اثبت الممر الجديد كمان في السقف باستخدام حوايامل التعليق فهنا عملية تريتين تموا مع بعض يعني المرحلة الاولى مثلا ممكن تاخد لها تعيي سبع ساعات يا كمان والمرحلة التانية للي عملية التعليق اللي اخد لها تعيي خمس ساعات يعني الاجمال بتاعك في حدود اتناشر ساعة انا هنا ضمت خطوة اتنين مع بعض يعني هنا عملت تركيب لاجزاء الممر الجديد مع بعضها وكمان ثبت ممر الهواء الجديد في السقف باستخدام حواياملين التعليق في الثلاث غراث فالفترة الزمنية اللي استغرقناها هنا عملية اتنين في حدود اتناشر ساعة النقطة التالتة وهي احكام الوصالات بين اجزاء الممر التهوية اللي عندي تمام باستخدام زي ما قلنا مع بعض الشريط اللاصق المنع لمن للتصارب في بعض الفنيين بيعمل عملية لازق ده والممر موجود قدامه او تحت على الارض وفي بعض الفنيين بيسي بيثبت جزء جزء وبعد كده ما بيربط ما هو موجود على الحاط يعني ما بيثبته تمام بيبدأ مين يلزق الشريط اللاصق ويلفه على الاماكن الوصالات المختلفة اللي بتمنع التصارب اللي عندي وده عملية الاحكام كده ويبقى في حدود ساعة الخطوة الرابعة لو جرب الصينة توصيل ممر التهوية بباقي شبكة ممر احنا قلنا ان ده جزء من شبكة او شبكة توزيع هوا بالكامل فانت بالتالي لازم توصل بداية ونهاية الممر اللي انت غيرته ده ببداية ونهاية تنين اللي شبكة التوزيع المختلف الموجودة عندي للهوا وده عملية الاتصال فقط بتبقى في حدود ساعة قد تزيد زي ما اتفقنا مع بعض او تقل اللي موضوع بيكون في الخبرة والامكانيات النقطة الخامسة بابدأ بقى كمان اسبت المخارج احنا نزلنا احنا بتتكلم ونستعرض في الاول قلنا ان هنا كمان الوحدة دي انا بس مش هسبت الممر لان حاجة في الفتحات الموجودة بتاعة الممر واسبت مخارج الهوا اسبت مين مخارج الهوا في ده في التلات غرف الموجودة معنا ويعملية تثبيت المخارج كنا بيكون معمول فتحتها بتكون جاهزة في قلب الممرات وبيتكون مجرد ان احنا دوبك بتبدأ تضغط المخرج في الفتحة المخصصة اللي هو بيتم تثبيته بمسامير والموضوع هستغرج للست مخارج الموجودة معنا في حدود ساعتين الخطوة الاخيرة وهي عملية ايه بقى تشغيل المروحة ودفع الهوا بالممر وبابدأ اختبر اللي هو ضغط الهوا في اي تسريب في اي مشكلة في اي ضوضاء في الممر والموضوع ده بيستغرق في حدود ساعة اذا لو جمعنا الازمينة في الخطوات المختلفة كلها بالكامل هلاها في حدود 24 ساعة طيب في بعض الاوقات قد يكون ممكن نديك هو الده لنديك الزمن فلو اداك الزمن بيبقى في بعض المسائل يا جماعة كده ممكن يقولك زمن العملية 24 ساعة وسكت بس من الطلبات بتاعته ما طلبش قال اكتب خطوات المختلفة لإتمام عملية الصيانة وعملية التركيب مالش خلاص فبالتالي الجدول ده بالكامل مش هيكون معايا طالما ليه لان انا كل اللي انا عايزه انا محتاج الزمن الكل وهو قداني الزمن الكل 24 ساعة خلاص انا هشوف الزمن الكل 24 ساعة واشوف اجر العمل الفني كام والاجر العمل المساعد كام واللي بناء على الزمن ده هقضي احسب التكاريف ففي بعض المسائل ممكن يديني او يعطيني هنا اللي هو الايه يديك الزمن الكل للعملية خلاص فبالتالي جدول زمن العملية ده او الخطوات الموجودة عندي دي ممكن ما يبقاش مطلوب لكن في بعض المسائل تانية برضو ممكن هنا عشان هنا يختبرك ويشوف مدى هنا تمكنك بانك فاهم الخطوات اللي هي هتتم باجراءاتها وبترتمها للعملية دي يكون هو مديك الزمن ويقولك اكتب الخطوات ووزع الزمن على الخطوات انت هنا بتوزعها تقديريا انت لو راجل جربت واشتغلت بايدك وعرفت الكلام ده كل عملية هتتم قد ايه هتحط الكلام ده ومن هنا احنا احيانا بنحط بعض الجداول وبنعمل بعض الاستبيانات عشان اعرف الفرق ان العملية النهاردة فيه مكفيه فني خلص الموضوع الخطوة ديت في ساعة فيه فني خلصها في نصف ساعة فيه فني خلصها في كذا يبقى نعرف مين البطيء مين الشغال وإيه العامل المهم المعانا واللي اثر على الزمن ده ايه تمام يبقى احنا كده اتعرفنا مع بعض على الخطوات المختلفة وعملنا جدول زمن العملية واللي من خلاله حسبنا ان الجدول زمن العملية في عملية استبدال الممر وتركيب المخارج وتعليق الممر استغلق تقريبا 24 ايه 24 ساعة الخطوة اللي جاء بقى هنبدأ نحسب مين اجور العمال اجور العمال يعني لو جينا نبص كده مع بعض نجي نشوف اجر العامل هو عبار عن اين زمن العملية مضروبة عن اجره في الساعة طيب العامل الفني بياخد كام العمل الفني العملية في 24 ساعة وهو كان 18 جنيه في الساعة يبقى لو ضربت 24 في 18 حيطلع لي 432 جنيه يبقى ده اجمالي اجور العامل الفني طيب العامل المساعد ده بياخد 10 جنيه في الساعة في 24 ساعة يبقى 240 جنيه تمام ده اجمالي اجور العمال مين المساعدين انا باك بقى هنا اجر العمل الفني ازا اجر العمل المساعد يديني اجور العمال اللي موجودة معي ازا اجور العمال اللي هيتم هنا او الفنيين اللي هيقوموا بالعملية ديت يا جماعة بيكون التكلفة بتاعتهم 672 جنيه يبقى بعد ما بقى شرطنا بعد ما بكون عارف زي ما الجدوى العملية بروح اجيب باجور العمال الفني والمساعد وبيكون مديني وممكن برضو خلي بالكم يكون مديني ببعض من الواع المسائل يديني اجمالي اجمالي اجور الع خطوة دي تمام طيب الخطوة اللي بعد كده بقى نيجي نشوف الجزئية دايما هنا دايما بيوضح لي ان الازمانة تقديرية وبترجع للمدى مهارة العامل الفني وادقه فين في العمل خلاص والزمن الكل ده اللي على اساسه انا بحدد العملية او الكل مسلا خدد فترة زمنية دي وبالتالي انا بحس التكاليف المختلفة الخاصة بجهور العمال طيب نيجي نشوف بقى جدول حساب التكاليف هنجمع كل التكاليف اللي تتكلمنا عليها في الخطوات السابقة سواء كان تمن الخامات او كانت اجور العمال او التكاليف الاولين كل ده هنبدأ نجمعه لو بصنا اول خطوة كنا عملنا في جدول اللي هو الخامات كان اجمالي تمن الخامات كان اربعة تلاف ربعمية وخمسين جليه تمام دي حاجة بتبقى زي تصفية كده الجدول ده تصفية لكل التفاصيل يعني لما بتيجي للعميل وتيجي يقول لك والله انا عايزك تديني كده زي ايه زي مثلا ببين طلع مثلا من الفيزا كده اه كشف حساب يقول لك تفاصيل اللي حصل انا برضو عايز اعرف اه التكلفة الحاجة الايه انا اقول لك اشتريت خامات بكزا اه اجور العمال كزا تكاليف اولية كزا ده بسميه عند جدول تكاليف النهائية انما لو عايز هنا اه تفصيلي او كشف تفصيلي يبقى كل جدول من الجدول اللي احنا اتكلمنا فيها في المراحل اللي فاتت تمام طيب نشوف هنا قلنا تمام خامات باربعة تلاف ربعمية وخمسين جنيه وجور العمال بتاعتي ستمية تين وسبعين جنيه تمام طيب لو جمعت الاربعة ربعمية وخمسين على ستمية تين وسبعين هتدي لك خمس تلاف مية تين وعشرين جنيه ودي من سماية التكلفة الاولية تكلفة مين الاولية هو مديني التكاليف الغير مباشرة بالف ومتين وخمسين جنيه مبلغ هو حطه كده باكت دي على بعضه فبالتالي المبلغ ده احنا كنا ممكن ممكن خامات غير مباشرة واجهور غير مباشرة هو ما ادنش تفاصيل هو قال لي انا هضيف مبلغ وخلاص 1250 جنيه اللي هو التكليف الغير مباشر للعملية دي هجمعه على التكليف الاولية اللي موجودة عندي في الخطوة اللي قبلها عشان احصل على التكليف الكلية الى 6372 جنيه طيب المفروض ان انا عرفت التكليف الكلية هو كمان كان يديني في رأس المسألة ان الارباح 12% من التكليف الكلية اذا لو ضربت 12 على 100 في 6372 هيطلع لي 764 جنيه و 64 ارش دي مين ده دية الارباح او الربح نسبة الربح لو جمعت بقى ضفت الربح على التكليف الكلية 6372 هجديني 7136 جنيه 64 ارش ودي التكلفة النهائية لعملية استبدال اللي هو ممر الهواء اللي موجود معايا بالاضافة للمين للمخارج المختلفة اذا لازم هنا جماعة نمر كل خطوات اكون عاني علم كبير جدا بالخطوات اللي احتمي في المؤيسة بتاعتي تمام لازم في البداية اقرأ المؤيسة بتاعتي افهم من العميل هو عايز يعمل ايه بالزبط خلاص ممكن هنا يكون افهم من العميل وممكن انا اللي بقى عملية الفحص بخش مثلا في مكان بقى فحص ممرات بقول له والله الممر هنا متهالك والممر ده مثلا متاكل او البروة مثلا واكلة او في صدق او خلافه هيتم استبدال الممرأة بالكامل المخارج الهوى دي ما بتديش المعدلات المطلوب لانا عايز المخارج الهوى دي كل مكان وافضل حاجة ان يتحط هنا مخرجين او يتحط ثلاثة انت المفروض اللي بتقول العميل لان انظمة التجيب في المركز يا جماعة ما بتعتمدش على العميل العميل ما عندوش خبرة ما يقدرش يقولك الاوضة ديت او المكان ده محتاج كم مخرج هوى لأ انت اللي فيه حسابات وفيه حسابات تصمية وفيه ناس بتصمم تقعد تقولك بالضبط عايز كم مخرج هوى وبيبعود عن كل حقق قد ايه والمسافات بتاعتهم قد ايه والتوزيع بتاعهم هيكون ازاي واشكالهم عاملة ازاي كل دي مراحل في التصميم فانت بعد ما بتحدر وتعمل معينة للمكان وتقول حدد ايه بالضبط اللي حيتم بتبدأ بقى تبدأ تتفنط تقول تبدأ تفرط مثلا الخمات بتاعتك وبعد ما اتعرف على الخمات بتاعتك اشوف اجبال الخمات دي كام ثم بعد كده اشوف الخطوات العملية بتاعتك وهحتاج زمن قد ايه وهحدد اجور العمال واجمع الاتنين مع بعض اجيب التكاليف الكل الاولية ثم بعد كده اضيف اللي هي المصاريف الغير مباشرة والجور غير مباشرة والخمات الغير مباشرة اللي عم يسميها عندي التكاليف الغير مباشرة بشكل عام تمام بقى اجيب بعد كده حاجة اسمها التكاليف الكلية اضيف بعد كده نسبة الربح بتاعتي او بتاعة المؤسسة اللي موجودة عندي او اللي هتقوم بعملية الصيانة تمام وبالتالي انت بتعرف بعد كده التكلفة النهائية بتاعتك هتكون ايه تمام هنشوف مثال تاني كده من الامثلة الموجودة معايا على ايضا ممرات الهواء وموزعات الهواء والمخارج المختلفة واللي فيها هنعرف برضو التكلفة بتاعتي هتكون عاملة ازاي طيب بيقول لي هنا مسرح تم تخزيته بالهواء المكيف من خلال ممر هواء لجهاز تكييف هواء مركز اوجد ان الهواء اللي خارج من موزعات الهواء بالممر غير مناسب وبالكاشفة عليه تبين انه تالف يعني انا اخلي بالكم الهواء اللي طالع من ممر خلاص ام موزعات مش مزبوط او مش غير مناسب طبعا عندنا اجهزة بتقيس الكلام ده تمام وبالتالي لقى ان فيه تسريب في الممر وفيه مشكلة في الممر اللي عنده تمام طيب بيقول ان تبين انه تالف لتأكل عزل الممر وكذلك الصاد يعني يخلي بالكم بنسبة كبيرة حيكون فيه عزل وفينا ايه صاد المصنع منه الممر تالف طب وبيلزم هنا استبداله باخر جديد والمطلوب عمل مؤيسة التكليف النهائية لاستبدال الممر مع عمل جدول خطوات العمل لتحديد الزمن اللازم لاتمام العملية هو هنا اكد على ان يكون فيه جدول بعمل فيه خطوات العمل يعني انا مش هقوم جايكي لو خلاص حفظ الزمن العملية اللي بجات لمؤيسة زي دي حفظ زمن العملية بتاعتها كزا قم حاضر لا هنا بيعتبر من نقطة مهمة جدا عشان فيه بعض العملاء يقول لك انا عايز اعرف انت هتعمل ايه والخطوات اللي هتعمل ايه تمام يعني فيه بعض المنقصات كده بتبقى كراسة الشروط المكتوبة في المنقصات التفاصيل الكاملة للحاجة اللي عملية هتتم بايه بخطواتها عشان بعد كده لما بيتم هنا للشارة او مثلا اللي مسؤول اللي بيستلم يجي راجع كل عملية من العملات دي ايه اللي حصل بالزبط من خلال كراسة الشروط اللي بتبقى مجهودة معنا طيب نشوف كده مع بعض ايه اللي هيحصل كمان بيقولي لو علم ان طول الممره عشين متر وتمن المتر الطولي بدون عزل خلي بالكوا هنا كده الممره هيتم عزله بس تمنه بدون عزل كان الموجود معايا متين جنيه المتر الواحد وتمن المتر مربع من العزل متضمنة من الشريط اللاصق يعني انا النهارده المتر مربع من المادة العزلة او من العازل بتاعي خمسة وتلاتين جنيه بما فيهم تمن الشريط اللاصق وكان مساعة مقطع الممر خمسة وعشرين فاربعين سنتين معنى كده ان ده مقطع الممره على شكل مستطيل مقطع الممره على شكل مين المستطيل بتاعي خمسة وعشرين فاربعين انا بعرف من الابعاد الموجودة معايا ولكن هنتعامل بخلي بالكم ان هنعمل الكلام ده خمسة وعشرين من مية و40 من 100 هقسمه عشان حاوله ملمته وانا بشتغل ما نساش الحتة دي تمام لو مدهني بالمترو خلاص بستخدمه بشكل مباشر طب عدد مخارج الهواء 6 تمام المركبة داخل المسرح الموجود معاي طيب 8 المخرج 75 جنيه يبقى المخرج الواحد من مخارج الهواء ب75 ايه 75 جنيه هنا بعد ما بخلص هنا الممر وبعد ما بجمعه وحط مادة العازلة او العازل بتاعي كمان هو حط الشريط اللاصق ببدأ اعمل ربط هنا للمادة العازلة مع الممر بحاجة اسمها سلك رباط طب هنا سلك رباط هو قيمه كله الاجمالي بتاعه بـ 200 جنيه اجمالي بـ 200 جنيه على اساس انه ممكن يبقى جاب سلك رباط ده باللفة خلاص يبقى اللفة بتاعه مثلا قيمتها بـ 200 جنيه هتكفي العملية معي طب واجر العامل الفني 25 جنيه في الساعة واجر العامل المساعد 15 جنيه في الساعة هنا نحسب التكاليف او الملطوب هنا تحسب التكاليف الغير مباشرة هو هنا قال لي بقى مية وعشرين في المية من اجور مين العمال خلاص هو احدد هالي يبقى انا بعد ما اجيب اجور العمال اضربه في مية وعشرين على مية اعرف قيمة التكاليف الغير مباشرة بتاع تقدير وتحسب هنا الارباح بنسبة عشرة في المية من التكاليف الكلية خلاص يا جماعة عشرة في المية من التكاليف مين الكلية يبقى لو كده ركزنا مع بعض ونشوف كده عناصر مؤيسة اللي احنا تكلمنا عليها النهاردة هو كان عايز يعمل ايه دلوقتي قال لك الممر نفسه تالف خلاص يبقى هيتم استدالي الممر نفسه والممر ده معزول يبقى كمان المادة العازلة او العازل ده كمان تالف يبقى هيتم استدالي العازل خلاص هو الداني طول الممر الاجمالي بتاعه كام والمقطع بتاعه كام والعازل بالداني كمان المقطع لسبب صغير عشان احسب السطح الخارجي او المحيد من برا لان عشان احسب المحيد من برا عشان اعرف ان دلوقتي هو الداني تمن المتر مربع من المادة العازلة لكن انا عايزة تشوف احتاج كم متر خلاص يبقى انا هحسب عدد الامطار الموجودة عندي او كم متر مربع من العازل اللي هستخدمه معايا في الممر تمام يبقى الاول لازم هنحسب طول الممر وفهم بديني طول الممر بدون عزل وهشوف في الوقت كمان يطارة اللي هو مساحة الالواح العزلة هتحتاج مساحة تقديه وتكليف كل واحد موجودة تقديه تكليف بتاعتي تقديه بتاعة المادة العزلة خلاص بما فيها شريط اللاسق وكمان هو بديني تمن السلك الروباط اللي هربط به اللي عندي يعني المسألة ما فيهاش ما خارج هوا حتى الان ما فيهاش اي ما خارج ايه هوا بديني اجر العامل الفني اجر العامل المساعد طالب مني احسب خطوات زمن العملية تمام من خلال الاجراءات المختلفة اللي هتم عندي تمام يبقى لازم اكون مركز انا هعمل ايه بالضبط عشان الاجراءات انت هتعمل ايه دلوقتي انت هتشين ممر قديم بما فيه العزل بتاعه خلاص طب وبعد كده الممر الجديد هتجمعه وبعد ما تجمع الممر الجديد هابدى احط العزل عليه وعم يحط شريط اللاسق وبعد كده هتربط بسلك الروباط وبعد كده هتثبت الممر اللي موجود معايا خلاص هو ذكر اي حوامل تعليق ما ذكرش حوامل تعليق تمام حتى الان ولكن لو ذكر معنا في بعض الاجزاء في خلاص حنشوف برضو يبقى لازم اضفها لازم اضيف حوامل من التعليق اللي موجودة معايا وغالبا في الوحدات دي هانا النهاردة هغير ممر يعني هغير معايا حوامل تعليق او حطها على الحوامل المختلفة تمام دي كده فيها اي مشكلة طيب يبقى تعرفنا كده على عناصر مويسة تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي نحسب بقى معايا تمن الخمات ونشوف الخمات اللي احنا اللي هو ذكرها لي بي اصعرها ايه عشان نحسب اجمال الخمات الموجودة معايا تمام طب لو جينا نحسب تمن الخمات قلي اول جزئية تمام الممر للهواء بدون عزل يبقى طول الممر في تمام المتر انا عندي هو قلي تمام الممر عشرين متر والمتر في متين جنيه يبقى اضرب العشرين في المتين هيتطلع لي باربع تلاف جنيه يبقى ت requis طول الممر سيضاء بس بدون اي عزل بدون اي ايه عازل طيب انا عايزة هاشكل الخطوة التانية هو مديني هنا تمام المتر مربع من المادة العزلة بس طيب انا عايزة هاشكلها احتاج كم متر مربع من المادة العزلة يبقى المساحة المطلوبة من العزل بتسوي ايه بتسوي المحيط او المساحة الخارجية لسطح الممر المساحة الخارجية لسطح مين الممر والمساحة الخارجية لسطح الممر دي عبارة عن محيط الممر مضروبة في مين في طول الممر طب المحيط الممر بجيبه من مقطع الممر المقطع الممر هو مدهوني تعبارة عن مستطيل خمسة وعشرين فاربعين خلاص يبقى المحيط بتاع المستطيل طول زائد العرض في كام الخارجية لسطح الممر اللي هي مساحة المادة العزلة. تعالوا كنا نبصوا كنا مع بعض يبقى المساحة المطلوبة من العازل عبارة عن محيط مقطع الممر مضروبة في طول مين الممر. خلاص قلنا محيط مقطع الممر ده شكل مستطيل. يبقى الطول زائد العرض في اتنين. خلاص تبقى انت عندك ده اللي هو طول مثلا 25 من 100 وده 45 من 100 تمام هجمحهم اضربهم برد برد قوس في اتنين. بعد كده اضربهم في طول الممر اللي هو 20 كده اجيب مساحة السطح الخارجي للممر المادة العزلة هتحتاج 26 متر مربع من المادة العزلة. 26 متر مربع من مادة مين العزلة? طيب نجي نشوف تماما ان العازل بقى المطلوب مع الشريط اللاصق. هو قالني ان المتر المربع الواحد متضمنة للشريط اللاصق ب35 جنيه. يبقى 35 جنيه. هضربها في 26 متر خلاص? هيتطلع معاية 910 جنيه. اذا المادة العزلة او العازل اللي هيعزل بين الممر 910. خلاص? طيب مخارج الهوى. مخارج الهوى وقال لي هنا فيه 6 مخارج هوى المخرج ب75 جنيه. يبقى انا هنا ضربت الستة في 75 جنيه. هيتطلع لي 450 جنيه. يبقى في الحد الوقت حسبنا اللي هو تكلفة طول ممر الصج وتكلفة العازل اللي موجود معايا. وتمن مين مخارج الهوى اللي عندي. تعال نجمع مع بعض بقى. اللي هو 8 الخامات جدوى 8 الخامات ده كلهم في جدوى الواحد. بحيس يبقى لو في الاخر انت تقول لي يديني كشفة بالخامات اللي هو اللي اتصرفت او انت صرفتها كام ولا في ايه ببدأ ان اشوف الكشفة بالخامات ديت انا عندي هوت. اول حاجة ممر الهوى بدون عازل مصنع جاز ده 8.000 جنيه العازل متضمن الشريط اللاصق بتاعي. بـ 910 تمام. مخارج الهوى بـ 450 جنيه. تمام. حوامل تعليق. قد يكون هنا زكارها ومديني الاجمال هنا في المؤيسة او كم يكون مسية. يبقى ممكن هنا بدينا حوامل تعليق 150 ايه جنيه وكمان في خامات اضافية هم دهاني بـ 200 جنيه. انا بجمع كل الكلام اللي هي 4000 جنيه وتسعمية وعشرة وربعمية وخمسين والمية وخمسين جنيه والـ 200 جنيه الخامات الاضافية هيطلع معايا 5710 يبقى ده اجمالي تمام الخامات اللي عندي. تمام الخامات الاضافية دي ممكن في بعض الناس بتقوم ضيفها ان انا مسلا هستخدم هنا صنفرة ان انا مسلا هستخدم مثلا زيت ان انا هستخدم في حاجات ما بتبانشي في الشغلة في شكلها النهائي فبالتالي دي بيسمها عندي الخامات ايه اضافية. يديني اجمال الحوامل بتاعت 150 جنيه ومن هنا حسب جدول حساب 80 الخامات. طيب الخطوة التانية بقى هنحسب معايا زمن العملية وعشان نحسب زمن العملية لازم يكون عارف الخطوات الموجودة معايا. الخطوات مش هتختلف كتير. الخطوات الموجودة معايا مش هتختلف معايا كتير تقريبا نفس الخطوات بتاع المؤسسة السابقة. اول حاجة يقاف عمل وحدة التكييف وارفع الممر التالف في حدود برضو بتمان ساعات هتقولي هناك كنا نعمل ديها سبع ساعات حين العملية احنا قلنا هنا مش شرط ومش بخلينا استندر على اساس ان ما بتسبتش ممكن ساعة فوق ساعة تحت زي ما قلنا بتفرق مين حسب الوقت خبرة وحسب كفاءة العامل الفاني اللي عنه. تاني جزء احنا بجمع زي ما قلتوك اجزاء الممر الجديد مع بعضا الممر باستخدام الشريط اللي واثق المانع للتصرب ودي هتاخد لها في حدودية كمان في حدود ساعة تمام? يبقى اول تلات خطوات اللي دامنا الزهرين دامنا دات دايما كده بقول طالما هغير ممر يبقى انا هعمل ايقاف للوحدة بتاعتي تمام? لو خاصة المراوح الموجودة معايا مش يا جماعة يعني اتأكد دايما المراوح حاصل الله عماية التوقف خلاص? وببدأ ارفع الممر القديم من مكانه بعد كده بجمع الممر الجديد على الارض واجزاء الممر الجديد مع بعضها ببدأ لو في اي وصلات احكمها كويس جدا سواء كان احكم روباط او بشيط لاصق او باي وط تمام? بعد كده ببدأ اركب كمان المادة العزلة المادة العزلة طبعا احنا بنقطعها بالاطوال اللي موجودة معايا خلاص? الاطوال حسب كل سطح موجود معانا وبعد كده بلزقها بلاسق حسب زي ما قلنا درجة حرارة اللي هو الهواء اللي موجود داخل الممر يعني احيانا بنجي نقطع المادة العزلة في صورة مثلا شرائح طولية بيكون معايا المتر مثلا قطعة على شكل مستطيل اللوح بتاعي خلاص? ببدأ اشوف اللوح ده على اي وضع بالزبط ممكن استفاد منه خلاص? بحيث ان الاوضاع بتاعه اقطع مثلا شرائح بسنك كام انت عندك مثلا من ديك عرضي مثلا 40 سنتي وجزء تايا مثلا اللي اتفع مثلا موجود معايا 25 سنتي فانت فيه قطعة بتقطعها كده وقطعة بتقطعها كده وفيه بعض الحاجات تانية زي لو كان الممر ده دائري ممر دائري فانت بتاخده لفة واحدة بالكامل انما لو المقاطعة بتاعتك على شكل مستطيل? لأ شكل مستطيل بتقطع في صورة شرائح وكل جزء بيتم لازقه خلاص? بمادة لازقة المادة لازقة دي ممكن تكون بقى غيرامة ده مثلا لازقة بتوين حسب نوع او حسب درجة حرارة الهواء اللي حيكون موجود داخل الممر تمام? طي يبقى انت النهار ده بعد كده جا بعدها تجمعت الممر بتاعي وبعد ما جمعته قلنا حطنا الشيط لازق وبعد كده قطعت المادة العزلة وبعد ما هقطع المادة العزلة حد ألزأ المادة العزلة وركبها على السطح الخارجي مين؟ للممر اللي موجود معايا كده انتهيت انا كده من مين؟ من تجهيز الممر ابدأ بقى اعلق الممر هتعلقه فين؟ على الحوامل بتاعتك حوامل التثبيت او حوامل التعليق وده الموضوع ته حيستخرج معايا في حدود تقريبا ساعتين اتنين خلاص؟ بعد كده بعد ما ركبت الممر وثبتت مكانه كلي عادة الخطوة اللي فاتت بدأنا نثبت مين؟ مخارج الهواء ومخارج الهواء هي كمان بتكون تستغررها في حدود هي كمان ساعتين تقريبا تمام؟ وبعد ما ركبت هنا مخارج الهواء واتطمنت وصلت بقية الممر برضو برضو بباقي اللي هو النظام او باقي شبغة توزيع الهواء هبدأ بعد كده ان انا بقى ايه اشغل الوحدة وابدأ ان انا اوصل المراوح بتاعت واجبس الهواء داخل الممرات واختبر عمل تسريب الهواء اللي موجود معايا تمام؟ وده تقريبا بياخدها في حدود ساعة اجمال لزمن العملية ده تحدود 23 ساعة يعني العملية دي استغرقت تقريبا 23 ساعة بعد ما جمعنا وقلنا التوزيع بتاعة الازمينة اللي عندها خلاص يبا انت عارف النهار ده لو انا عندي غالبا العملية بتاعت تغيير ممر مع مثلا مخارج هواء وحوامل تسبيت ومثلا موزعات خلاص الموضوع ده بيستغرق من 24 ل 25 ساعة يعني لو هتعمل افرش بتاعك مثلا 24 تعمل 23 تعملها 25 كل ده لحد ما نسب متفوتة لا بتكونش كبيرة او تفرق كتير اوي في العملية تمام؟ طيب حسبنا مع بعض دلوقتي زمن العملية بتاعنا اللي هو 23 تعالنا نبص بقى على الخطوة التانية نحسب مين؟ جور العمال جور مين؟ والعمال يعني لو جينا بصنا احنا قلنا هنا اجر العامل عبارة عن زمن العملية في اللي هو ايه اجره في الساعة طيب العمل الفني كام؟ العمل الفني ده بياخد 25 جنيه في الفترة بتاعة العملية 23 ساعة يبقى 575 جنيه طيب العامل المساعد بياخد 15 جنيه في الساعة في 23 ساعة يبقى 345 جنيه بجمع بقى ال 575 على ال 345 هيديني زمن الكل او اللي خاص بجور العمال او اللي هو عنده التكلفة الكلية الخاصة بجور العمال اللي هي 672 جنيه الخطوة اللي بعد ما بقى من هنا جور العمال وحسبت جور العمال بتبقى بقى جدول التكاليف النهائي جدول التكاليف النهائي هنبدأ برضو نجمع مع بعض الجزء المجود معايا خلاص اول حاجة قلنا تماني الخامات تماني الخامات اجمالي تماني الخامات كان خمس 710 تمام وجور العمال بتعتي اللي احنا حسبناها كان 920 جنيه لو جمعت التكاليف الأولى تمام وبعد ما جمعت 358 جنيه وبعد ما جمعت تلاتين دول مع بعض هبدأ اشوف التكاليف الغي مباشرة المفروض انا بعملها هنا في جدول كده الجانبي خلاص بس عشان مساحة يبقى احنا هنا نهاردة بتقول مية وعشرين على مية اضربة فيه اجور العمال اجور العمال اللي هي تسعمية وعشرين جنيه خلاص موجود معايا هيديني الف مية واربعة ازا هنا التكاليفة الغير مباشرة من دهان الكنازدة مية وعشرين في المية من اجور العمال واللي هنحسب هنقول مية وعشرين على مية مضربة فيه تسعمية وعشرين جنيه هديني الف مية واربعة ايه جنيه خلاص دي تكاليفي غير مباشر. حاج مع التكاليفي الغير مباشر على التكاليف الاولية اللي في الخطوة اللي قبلها هحصل هنا على التكاليف الكلية اللي هي سبعة تلاف سبعمية تلاتة واربعين جنيه. تمام? طب والارباح. الارباح بتاعي مدهاني نسبة اتناشر في المية من التكاليف مين? ان التكاليف الكلية. خلاص. يبقى انا هضرب اتناشر على مية في التكلفة الكلية الى سبعة تلاف سبعمية تلاتة واربعين جنيه. خلاص لسبعمية تلاتة وسبعين جنيه واربعين قرش وضفتها على سبعة تلاف سبعمية تلاتة واربعين جنيه هتديني الإجمالي تمان تلاف خمسمية وسبعة واربعين قرش ودي التكلفة النهائية للمؤيسة بتاعتنا احنا كده اتعرفنا على المؤيسات بتاعتنا وخدنا اشكال مختلفة سواء كنت هغير ممر هوى او موزعات هوى او حوامل المختلفة والمخارج يا جماعة في منتها الاهمية جدا انك لازم تكون على علم كبير جدا بالخطوة بتاع زمن العملية وتبدأ تقدر زمن العملية بشكل كويس عشان التكلفة باعك ما تتغيرش تمام وتركز في حسابات تمن الخامات لان احيانا بتبقى تمن الخامات نفسه محتاج فن في ان انت تحسبه لان ممكن زي ما انت فانا مع بعض زي المؤيسة الاخيرة اللي تكلمنا فيها ان يكون مديك هنا ابعاد للممر وانما مديك هنا تمن المتر المربع الواحد من المادة العزلة فبالتالي لازم احسب المادة العزلة فلازم يكون عندي بعض العلم بعض القوانين لو كان المقطع ده دائري يبقى محيط الدائرة ايه لو كان المقطع ده مستطيل يبقى محيط المستطيل بتاع ايه مربع يبقى محيط المربع ايه عشان احسبها عني معي المحيط واضربها عندك في الطول موجود معايا احسب المساحة السطح الخارجي للممر الموجود معايا تمام وكده احنا اتعرفنا كده على بعض المؤيسات المختلفة في نظم تكييف الهواء المركزي والمختصة بتغيير ممرات هواء المختلفة بالاضافة للموزعات والحوامل والمخارج المختلفة مربنا الوقت سريعا وان شاء الله بأمر الله هنستكمل في حلقات تليه بأمر الله الانظمة ومؤيسات التبريد سواء خاصة بممرات الهواء او خاصة بمواسير الهواء وانظمة اللي موجودة عندي خاصة بمخازن التبريد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى